مرحبا تعالوا نعمل الظرة او العرانيس باسهلوا اطيب طريقة غاح نعمل بهذا الفيديو اربع انواع نوع اطيب من نوع تابعوا الفيديو الى النهاية حتى تحصلون على نفس النتيجة الاربع انواع كثير طيبين وانت من نوع اللي يعجبك ما اعملونه عندي هوني كمية من الظرة غاح اعمل مني اربع انواع بسيطة وطيبية بالنسبة للضرة ضروري تكون حباتة طريقة بيها ماي بهذا الشكل لان اذا كانت حباتة نيشفي من اندوسة ما بيها ماي ما غح تستوي عدكم حتى لو تسلقوها ساعات عن ناغ كثير من الناس يحسبون نجاح الوصفة ما اعتمد على مدة السلق بس بالعكس نجاح الوصفة يعتمد على نوع الظرة اشقد تكون حبات الظرة طريقة بيها ماي تطلع عدنا بالاخير طريقة والجنن وباي طريقة نعمل تطلع طيبي وما تاخذ وقت وبعد ما قشرتوها غاح اغسله بالماي هوني بعد ما غسلتوها بس غاح اثبتم بعوة خشب اما نشويها مع الطباخ او نشويها مع الفحم بالبداية من نشويهم يكونون بعاد عن الناغة بهذا الشكل حتى يستوون من الداخل ونبقى نقلبهم الى ما يتغير لونهم شوية ويبدون يستوون عدنا بعدا نقربهم مع الناغة حتى ينشوون وهكذا يكونون استووا عندي وصاغوا جاهزين للأكل بس نضيف لمرشة ملح ونقدمهم ابقدما طريقتهم بسيطة كثير طيبين يطلعون مثل ما تغشعون كثير طريقين طلعت ويلا نعمل النوع الثاني عندي هوني اربع قطع من الذرة غسلتوهم بالماء وغاح ابدي اقل طعم كل قطعة نعملت لث قطع ونرجع القطعة نعملها اربع قطع بهذا الشكل ونصفطهم بالشرح على ورقة الزبدة بهذه الطريقة وعندي هوني معلقتين اكل مليانين زبدة بس نذوب الزبدة عن ناغوا بعدين نضيفة وعندي معلقة شاي ثوم بودرة ومعلقة شاي ملح ومعلقة كوب ممسوحة بابريكا مدخاني حادي ونصف معلقة شاي بصل بودرة وغشة فلفل اسود ونخلطهم نمسح الضرة بالتدبيلة اللي عملناها وبعدا ندخل الشرح بفغنها على درجة حرارة 200 مئوية من فوق بس يعني بس نالق الويتش المدة 15 دقيقة تقريبا حسب نوع الفغن اللي عدكم او الى ما ينشوي الويتش عدنا بعدا نطف الناغ ونطلع الشرح وتكون جاهزة عدنا للأكل ويلا نعمل النوع الثالث عندي هوني خمس قطع ذرة او تعملون حسب حاجتكم ونضيف تلت لترات ماء عادي من الحنفية او اضيفون ماء حسب الحاجة اهم شي تتغطى الظرة عدنا بالماء ونضيف خمس معالق اكل شكر انا ما اضيف ملح من اسلق الذرة هكذا تستوي عندي اسرع نغطي الدست ونتركه على الناغ الى ما يغلي عدنا وبس يبدي يغلي عدنا نتركه يغلي المدة الدقيقة وحدي وبعدا نطف الناغ ونغطي الدسته نتركه بالماء المدة 30 دقيقة نكمل استوائم وبعدا يكونون جاهزين عدنا للتقديم وهون بعد 30 دقيقة يكونون نعسوا عدنا رح نطلع عمنا الماء بس نضيف لمرشة ملح ونقدمه واذا تريدون نضيفون عليهم رشة دبس غمان او دبس رمان حسب رغبتكم هم يطلعون كثير طيبين مثل ما اتفقنا اذا كانت الذرة حباته طرية وبيها ماء ونسلقه بهذه الطريقة غح تبقى طرية عدنا من الداخل ويلا نعمل اخر نوع عندي هوني اربع قطع من الذرة كنسلقتوها نفس طريقة السلق بس غح اقطع الذرة حتى من افلسها اتصيغ سهلي علي انقطع الذرة بهذه الطريقة بسهولة تتقطع وتتفق فكعدنا واذا تريدون نتبقوهم هكذا حلقات تتبلوهم وتتبقوهم او تثغموهم مثلي مثل ما تغشعون حبات الذرة تبقى طرية بعد السلق وهوني بعد ما كملتو غح اضيف معلقة اكل ملياني زبدة بس كنذوبتوها عن ناغ وبعد نضيف معلقة شاي بابر كحلوي ونص معلقة شاي ثوم بودرة وملح حسب الحاجة ورشة فلفل اسود ونخلطهم وتكون جاهزة عدنا للتقديم اريدكم تجغبوهم بهذه الطريقة وتعطوني رأيكم بيهم وهذه كانت وصفتنا اليوم اذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو واذا كنت مجداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يجيكم اشعار من انزل فيديو جديد والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف والف عافية اشتركوا في القناة